قصة عجيبة وحادث جلل وقع قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومبدأ هذه القصة أن أبرهة الأشر موالي اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى أن يبني كنيسة في صنعاء باليمن يدعو العرب إلى حجها بدل حجهم البيت الحرام وكان قصده من ذلك تحويل التجارة ومكاسبها من مكة إلى اليمن عرض أبرهة هذا الأمر على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك فبنى أبرهة الكنيسة على هيئة عظيمة وسماها القليس فجاء رجل قرشي فأحدث فيها ولطخ جدرانها بالقدر النجس غضبا من صنيع أبرهة ثم ذهب فلما رأاها أبرهة بتلك الحال استشاط غيظة وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة وكان معه ثلاثة عشر فيلا من بينها فيل يدعى محمود وهو أتبهها وساروا متجهين نحو مكة فما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه حتى انتهوا إلى قرب مكة فجرت مفاوضات بينهم وبين شيخ مكة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المفاوضات بأن يرد أبرهة إبل عبد المطلب ثم هو وشأنه بالكعبة وأمر عبد المطلب رجال مكة أن يخلوا البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم وأطفالهم خشية أن تلحقهم المعرة من ذلك الجيش الغازي والظالم تحرك جيش أبرهة ووصل إلى وادي محسر وبينما الجيش في وسط الوادي يسير إذا بفرق متتابعة من الطير ترسل على ذلك الجيش حجارة كل واحد منها بقدر الحمصة والعدسة ما أن يسقط الحجر منها على رجل منهم إلا ذاب وتناثر لحمه حتى هلكوا جميعا وفر أبرهة ولحمه يتناثر فهلك في الطريق فكانت هذه آية من آيات الله تعالى ونصرة منه لسكان حرمه وحمات بيته ونعمة من النعم التي امتن بها على قريش قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول